دي اناي مساء الخير رد أمين عام حزب الله حسن نصر الله على مقال جريدة الرأي الكويتية واللي نصب فيه كلام لنصر الله بيقول فيه انه في حرب اسرائيلية على لبنان بالصيف وانه الحرب يمكن تقضي على الصف الاول من قيادة حزب الله نصر الله نفى كل هالكلام طيب شو الهدف من النشر برأيه ما نشر قبل يومين في احدى الصحف الكويتية من مقال هذا الذي نشر التوقيت سيء جدا فسببه انه اليوم نحن بنيسان وعلى بوابة موسم استياف طيب شو له معنى حدا يطلع وينسو بكلام ما له اساس ما هذا بسيء للبلد خصوصا في توقيت من هذا النوع والله عشنا وشفنا حزب الله مجهول باله على السياحة هاي دي اللي كان من فترة مش عجبته للحج محمد رعد مش طايق الملاهي والكزينو والدلوبنان المقاول هاي عظيم بحسب نصر الله لكن لازم كلنا نعتمد خطاب يشجع السياحة ويجذب السواح سعودية والامارات يجب الاضاءة على حقيقة سياسة هاتين الدولتين في عالمنا العربي والاسلامي حربهما الظالمة الوحشية في اليمن احتلالهما للبحرين شو عم يعملوا هول بعالمنا العربي والاسلامي الى اين يريدون ان يأخذوا منطقتنا وعالمنا ماشينا يعني شو السياح بس السعوديين واماراتيين بصوص يعني بيقدر يقول هيك كلام ويحافظ على السياحة مثلا السياحة الطبية مثل ما اجل عنا وزير الداخلية الحوسة وتعالج وتوفى باللبنان او السياحة المقاومة مثل سياحة قيس الخزعلي اجت تغندر على البوابة الفاطمة وغيره من زعماء الميليشيات التاب على ايران مين قال خيه مين قال السياحة بس سعودية واماراتية هالحريص على السياحة الامارات كذا السعودية كذا هلأ هيدا مفيد للسياحة ومقال الرأي الكويتية مضر لأ ويا ريت وقف هون كمل مثلا احبطت عملية ارهابية بالسعودية يعني مناسبة لا يقول كلمتين حلوين هلأ انه والله في مجموعة امس عملة عملية بالسعودية وطلعت من داعش يا غيرة الدين يا بدأ تطلع من داعش وبدأ تطلع من القاعدة لان المسأل طوال التاويق يقول طابخ السمي اكله هذا ما جاء عمس في السعودية مصداق لي طابخ السمي اكله فالسعودية مسؤولة عن كل العمليات الارهابية بكل العالم ولما الارهاب يضربها بيصير طابخ السمي اكله طيب ليه لما الارهاب ضرب الضحية الجنوبية ما كان طابخ السمي اكله ليه وليه لما ضرب ايران ما كان طابخ السمي اكله هذه النظرية مفترض منذ الخليقة منذ الطفولة موجودة بالبشرية أخيالك معه هو هيك السعودية مسؤولة عن الإرهاب حتى لما تكون هي ضحية الإرهاب خطاب الحقيقة كان مليان دعم للسياحة اليوم بتشوف وحدة ووسائل الإعلام تفتح على السودان سعودية وإمارات تفتح على ليبيا سعودية وإمارات تفتح على الجزائر سعودية وإمارات بتشوف اليمن سعودية وإمارات وقبله لما صار فيه أوبيع العربي والشعوب العربية كمان سعودية وإمارات وينما كان فيه سعودية وإمارات في حين حزب الله المسكين لمعتر قاعد بالضاحية مسكر أحده الباب مضيها عبادات وأدعي ليه وينما كان فيه سعودية وإمارات داخلكون نحن في العراق فكنا نقاتل تحت قيادة الحشد الشعبي وما زلنا في 2015 ضبط الأمن في الكويت خلية متابعة لميليشيات إيران عرفت لاحقا بخلية العبدالي كشفت التحقيقات وأن أعضاءها تلقوا تدريبات بمعسكرات حزب الله في لبنان عندي عملية خاصة بقلب الرياض عملية انتحارية ممكن عملية استشهادية نحن عملية استشهادية في البحرين نجح الأمن البحريني في ضبط خلايا عدة مرتبطة بالحزب والحرس ثوري الإيراني على غرار الخلية التي يتزعمها حسين علي أحمد داود أحد قيادي تنظيم سرايا الأشتر أصدق وين ما فيه حزب الله فيه سعودية وفيه إمارات هذه دول بحياتها مراحت على الحروب إلا وقت اللي قررت جنابك تعمل صلاح الدين الأيوبي وتعمل حزبك جيش صلاح الدين الأيوبي شو المطلوب يتركوا حزب الله يعني من تشير عم يتغندر بكل المنطقة ويقعدوا ببيوتهم ما فهمت شو عم تعمل خلايا حزب الله بكل المنطقة عم توزع كتب الأدعية أو عم تبيع خواتب ومسابح شو عم تعمل هذه الدولة الطاغية المستبدة المستكبرة العاتية المستعلية يجب أن تصبح في ثقافتنا هي العدو الحقيقي وهي العدو الأول وهي العدو الأكبر وإسرائيل وجماعات التكفير والعرهاب والقتلة والذين يشنون الحروبهم ليسوا أكثر من أدوات في المشروع الأمريكي والعدوان الأمريكي والطغيان الأمريكي وبما أنه هيدا العدو باعاتت الخلايا لعنده أمريكا وإسرائيل ورعات التكفير يعني السعودية والإمارات بحزب كلامك ما نضيع بعض هو العدو وعال بس أنا بتحديك وبتحدي كل حزب الله أنه تجاوب على سؤال واحد بيقارب خطاب أو مقابلي سؤال واحد إذا هو العدو شو عم يعمل رئيس وزراء العراق الشيعي 24 إيراد بالسعودية وبالإمارات وبالعلاقة مع الأمريكي ليه ليه فاتح عليهم ليه عم بنسق معهم ليه مش معتبرهم عدو العدو مفروض إسرائيل مش هيك اللي تبرعت وقلت أنه مرح تعمل حرب ليه عم تبيض له صفحته لإسرائيل ليه ليه كيف يا مفهمة أنا شخصيا أميل إلى استبعاد قيام السوائل بحاوب على لبنان بسبب عدم جهوز الجبهة الداخلية المقاومة اليوم في لبنان هي أقوى من أي زمان مضى أي حرب إسرائيلية مفترضة لتستطيع أن تحقق هدفها المنشود هي بحاجة إلى عملية برية انتهى الزمن الذي يستطيع سلاح الجو أن يحسن فيه معركة والمقاومة في لبنان أقوى من الجيش الإسرائيلي وكلام كبير بإسرائيل أن القوات البغية الإسرائيلية غير مهيئة للذهاب إلى حرب حزب الله أقوى من الجيش الإسرائيلي أموت وأفهم أموت وأفهم ليه إذا حزب الله أقوى من إسرائيل وإسرائيل غير جاهز للحرب وجيش ضعيف والجبهة الداخلية مدرشوا بها ليه ما حزب الله هو بيعمل الحرب ليه ملتهى بالسعودية وبالإمارات والعرب فوركوا إلى اللقاء اشتركوا في القناة